نتابع في نشرتنا ونتحدث عشية تصريحات والمسؤولية وقلة المسؤولية كما وصفها سفير السعودي سلبت لبنان عباءة دول الخليج والدعم على كافة الأصعدة لأشهر فيما كانت أنشيطة حزب الله تقطع خيط العلاقات شيئا فآخر جاءت تصريحات وزير الخارجية السابق غير اللائقة ثم وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي لتكون الضربة القاضية حيث خرج في إحدى المقابلات التلفزيونية ليصف هجمات الحوثيين في اليمن واستهدافهم لدول الجوار بالدفاع عن نفس سحب سفراء بدأته المملكة لتتبعها الكويت ثم الإمارات والبحرين كما تم طرد سفراء لبنان من هذه الدول ستة وأشهر تقريبا من القطيعة أكمل خلالها من قبل لبنان سيره إلى انهيار حتمي وإفلاس قادم لا محالة في ظل سياسات الخاطئة وصطوة حزب الله على الدولة هذه الشهور تخلى لها محاولات داخلية وخارجية لاستعادة ثقة دول الخليج بلبنان وتكيد عدم تمثيل هذه التصريحات والمواقف للشعب اللبناني قرداحي تقدم باستقالته في مسعى منه لاحتواء الأزمة وتسهيل مهمة الرئيس الفرنسي إمينويل ماكرون الذي كان في زيارة إلى المملكة العربية السعودية وحينها كان أول اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني وماكرون في ديسمبر الماضي وخلال الزيارة صدر بيان سعودي فرنسي مشترك دعا إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وعدم تحويل اللبنان منطلقا لأي أعمال أرهابية أو في تهريب المخدرات إعلان جدة ترجمته الكويت لاحقا في ورقة ذات نقاط واضحة حازت على موافقة خليجية وعربية وأوروبية وكذلك أمريكية غير أن الجواب اللبناني اقتصر على تأكيد احترام القرارات الدولية دون التطرق لتفاصيلها لا سيما المتعلق منها بسلاح حزب الله ورغم أن الرد على المبادرة لم يرقى لتطلعات دول الخليج لكنه فتح بابا للتفاوض وذلك بهدف عدم تركي الساحة اللبنانية لحزب الله وكذلك إيران وآخر الاختراقات كانت بترحيب الخارجية السعودية ببيان نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية الذي أكد اتخاذ الإشراءات اللازمة لوقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية محلية المنشأ والتي تمس سيادة دول الخليج وتمس أمنها لتأتي بعدها تغريدة السفير السعودي لعودة بأنها ستكون عودة له إلى الداخل اللبناني وبرسالة للمملكة وهو ما فسره مراقبون على عودة قريبة للسفير وهو ما حدث بالفعل قبل نحو الساعة